نتحدث بالتفاصيل عن الأداء في أسواق الأسهم الإماراتية خلال تداولات اليوم طبعا قبيل الإغراق سنتحدث بشكل بسيط وبعد ذلك نتحدث بإسهاب عن هذه الأسهم مع ضيفنا في الستوديو طارق العيسوي المحل الألمالي أهلا بك طارق قبل نهاية الجلسة اليوم بس بدي منك تعليق سريع على كيف بدت جلسة تداولات اليوم في أسواق الإمارات والله طبعا نلاحظة ما نشاهدين إلى حد ما سيولا مزارة ضعيفة جدا يمكن لن نتجاوز 328 مليون حاليا السيولة تقريبا موزعة لكل الأسهم يمكن استحوذ على النهاردة شوية أعمار كان مستحوذ على تقريبا مصفت تداولات بس ليش مؤثر على السوق يعني مرتفع هو بأثر بـ 20% لحاله أعمار لأنه طبعا عندنا احنا موضوع رئيسي واللووش محامم كل بسيطة حاليا هو ربطك هنحكي فيه طبعا بعض الأقلاق بالتفصيل طبعا طبعا بالنسبة لسوق أبو ضبي الحركة اليوم كتير ضعيفة هو يعني هو القصة كلها أن الحالية السيولة في السوق ضعيفة فيه رؤوس أموال مهاجرة من السوق نظرا طبعا لعدم إفصاح الشركات بسرعة عن النتائج المليهودي ودي عامل أزمة كبيرة جدا في السوق احنا بقلنا شهر تقريبا ولسه الغد الوقتي أو شهر عدينا شهر وعشر تيامي قربنا على مولة الاتهاء لأننا على النتائج الربع الأول لعام 2017 والغد الوقتي مفيش إفصاحات مجدية أو مفيش إفصاحات كتيرة تخلي الناس تبدأ تفكر أن احنا نبدأ ندخل السوق يعني هاي الإفصاحات اللي عم نتشوفها عم تتخوي في العالم شوي لا عدم التصارع في الإفصاح عدم مفروض المبادرة بالإفصاح دي شيء مهم جدا لأن احنا كلما يطول الانتظار كلما يتم الخمول أكتر بالنسبة للسوق هذا اللي مخلي كمان المستثمر يزعل من شركات لديها نتائج جيدة ونترقب بينها نتائج جيدة وبعدها مخلتنا ننطر التأخر ده شيء مقلق جدا بصراحة نحن باقي قدامنا تسع سواني قبل ما تسكر السوق بكلمة وحدة كيف نقرأ السوق اليوم؟ السوق اليوم لم يزال فيه اتجاه هابط يعني أنا شايفه مزال سلبي خلينا نتابع أغلاق السوق ثم نعود إلى ضيفنا ليتحدث عن الجلسة ككل والتفاصيل وأيضا توقعاتنا لبعض الشركات التي لم تعلن حتى الآن ونعلم بأن لديها نتائج جبية يعني حتى إذا عندكم تراجع بالأرباح خبرونا بزيحنا عارفين عنكم أرباح بالنسبة لسوق دبي المالي تراجع بأربعة عشر النقطة المئوية قيمة التداول في نهاية الجلسة ثلاثمائة وثمانية وعشرين مليون درهم خمسة عشر سهم على ارتفاع وستة عشر سهم كانت متراجعة في نهاية التداولات لنوقي نظرة معا على الأسهم الأكثر ارتفاعا في سوق دبي لهذا اليوم هتستلكم اكتتاب القابضة هذه أسهم مدرجة في سوق دبي ولكن هي أسهم كويتية لا تدخل في احتساب المؤشر يعني حتى الارتفاع عليها لا ينعكس على المؤشر إضافتنا إلى بانك السلام السودان مصرف عجمان الخليجي للمراحة من الأسهم المرتفع أما على لائحة الأسهم الأكثر تراجعا لهذا اليوم ماركا دي أكس بي انترتيمنت دار التكافل شعا كابيتل ماركا يتراجع في فترة قصيرة في ثمانة جلسات متراجعة 30% واليوم أيضا تراجع بالحد الأقصى للهبوط في سوق دبي أيضا شعا كابيتل على هذه اللائحة أما الأكثر نشاطا هنا نتحدث عن الأسهم الأنشط لجهة أو من حيث عدد الأسهم المتداولة في السوق هتستلكم إعمار العقرية غابة عن هذه اللائحة الأنشط من حيث عدد الأسهم المتداولة منذ فترة ولكن كانت دائما على لائحة الأسهم النشطة من حيث القيمة لنتحدث عن بعض الأخبار الواردة في دبي اليوم وتحديدا تفاقمت سائر شركة DXP Entertainment خلال الربع الأول من العام 2017 بنسبة تجاوزت 660% لتصل إلى 261 مليون وسبعمائة ألف درهم إماراتي بخسارة الإسهم عند 3.8 فلس مقارنة مع 38 مليون وثلاثمائة ألف درهم كانت قد تكبدتها الشركة في نفس الفترة من العام السابق وعزت الشركة سبب ارتفاع الخسائر إلى زيادة المصروفات التشغيلية والعمومية والإدارية إلى 334 مليون درهم DXP Entertainment يتراجع بـ 5% نذكر بأن DXP Entertainment أيضا دبي باركسان ريزوت بدأت التشغيل في الربع الأخير من العام الماضي قبل ذلك لم يكن هناك أي تكاليف تشغيلية للشركة كانت ما زالت في مرحلة الإنشاء بدأت العمل التشغيلي في الربع الأخير من العام الماضي أيضا بدأ اليوم في سوق دبي المالي حتى تاريخ الـ 21 من مايو المقبل تداول حقوق الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأس مال شركة أربتيك القبضة ليصل إلى 6 مليارات ومئة مليون درهم يشار إلى أن أربتيك تعتزم زيادة رأس مالها بمقدار مليار ونصف المليار درهم من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بهذه النسبة مليار ونصف المليار سهم وبسعر درهم واحد للسهم تم طبعا التعديل على سعر السهم اليوم أربتيك القبضة إلى 81 فلس يتراجع الآن بـ 6% تقريبا ويعود إلى تقريبا مستوى الإغلاق يوم أمس كان 75 فلس الآن يعود إلى 76 فلس مع نهاية تداولات هذا اليوم بعد أن كان تم التعديل على سعره في سوق أبوظبي في نهاية جلسة هذا اليوم اليوم كانت أحجم التداولات في أبوظبي متواضعة أقل من 100 مليون قبل نهاية الجلسة 113 مليون بعد نهاية التداولات 53% من السيولة كانت إيجابية على الرغم من ذلك ثبات في نهاية التداولات حوالي عشر النقطة اللوية تراجع أربعة أسهم فقط كانت مرتفعة وتسعة أسهم متراجعة النسبة الأكبر للأسهم التي لم يتغير سعرها 14 سهم في نهاية التداولات نلقي نظرة معا على الأسهم الأكثر ارتفاعا اليوم من بين هذه الأسهم بلتكول وحا كابيتل أو هي فقط أربعة أسهم الدار العقرية ومصرف أبوظبي الإسلامي أما الأكثر تراجعا أسهم كثيرة على ثبات مثل أبوظبي الأول مثل أبوظبي التجاري كلها تسجل ثبات الآن اسمت الاتحاد اسمت الخليج جلفار طاقة بنك رأس الخيمة على تراجع أما الأنشط في أبوظبي من حيث عدد الأسهم متداولة يتصدرها سامل أشراق العقرية ثم الدار العقرية ورأس الخيمة العقرية دانا غاز من هذه الأسهم أيضا لنعود ونتحدث عن مجمل أداء الأسهم الإماراتية خلال التداولات اليوم جددا إلى ضيفي في الستوديو طارق عيسوي المحل الألمالي طارق خلينا نجح نحكي على موضوع أربتك تم التعديل على سعر السهم اليوم مش نزيد ندخل سعر أو عدد الأسهم المكتبة مليار ونص درهم هي النسبة وأصبح سعر السهم قبل بداية الجلسة أكثر من 81 فلس ولكنه عاد إلى مستويات الأمس فأنا كمستثمر ممكن كان أحسن لشتري من السوق هو بالضبط طبعا حاليا الذي يرغب الاتتاب يعني فيه سؤالين هل لازم نترحهم صراحة في موضوع أربتك السؤال الأول لماذا لما يتفاعل سهم أربتك مع نتائج الربع الأول كانت إيجابية طبعا كانت متوقعة بالضبط كل ده يدول بسبب صراحة سعر السوق السؤال الثاني أنا لو أكتتب من السوق أحسن أشتري من السوق أحسن أشتري من السوق أحسن بالضبط وهذا ما لم يتم إضاحه من الشركة قبار في البيان يعني طبعا اللي تم الإصرار عليه أو إلى الآن تم ما يتم الإصرار عليه هو إن ضمان أي أسهم غير مكتثف فيها بقيمة الدرهم الكامل ده تصريح مشركة قبار ولكن هل مين المستثمر اللي حيقول اللي أنا روح تتب بدرها مسامحة لها في بـ 75 فلس ده جزء الجزء التالي طبعا لما تفاعل السهم أمس أو اليوم مع الكتاب طبعا زادة رأس المال بسبب أن تأثير 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 الأرباح أنا مبارح بالضبط السهم فتح بـ 6 فلس ربح فلا بالطبيعي حيبقى فيه جوم للبيع للتخلص من السهم لخوف المستثمرين أنه لسه حينزل أكتر اللي حيحصل في اكتتاب فيه جاب 25 فلس يعني 25% صحيح ما بين سأل الاتتتاب واللي هو مقترح اللي هو درهم وبين سأل الحل في السوق لغاية دلوقتي لم يتم الإعلان إيه اللي حيحصل إذا تم الحل على هذا ونزل حيقول الكتاب قال أنا هيحصل معايا إيه كمستثمر هل 5% دي هتتخصم مني هل شركة أبارح تتعاحد اللي هي تردها للمستثمرين ما نعرفش طب وكمان بعدين المرحلة الثانية من زيادة رأس المال هي خفض رأس المال وشطب هذه هذا العدد من الأسهم تقريبا 4.6 مليار سهم بالنسبة للمستثمر كيف سيقرأها كيف سيتأثر بها التخفيض عشان نكونوا يعني واضحين أو حصلوا قاعدة رما بيقولوها التخفيض هو نقص ملكية الأسهم فقط وليس يعني القيمة يعني هو حيتم نقص العدد الأسهم فقط يعني أنا اللي عندي 6 أسهم هيصير عندي سهمونه بالزبط يعني عندنا المعادلة احنا بنشوف المعامل للسعر طبعا في التخفيض يعني بعد الزيادة طبعا وصل للرأس المال 6 مليار و100 مليون تقريبا صحيح بعد التخفيض اللي هو 75% هيتم بال4 مليار و600 المعامل للسعر تقريبا حوالي 4.80 هذا المعامل هيتم يعني احتساب السعر الإغلاق سعة التخفيض وهيتم في دارة بعض السعر اللي هو هيتكون السعر المعدل للأسهم اللي معايا فبالتالي هيتكون اللي معايا مثلا 100 ألف سهم بقيمة مثلا 80 ألف درهم هيتم معايا 25 ألف سهم اللي هو بعد التخفيض ب80 ألف درهم برضو يعني هي ستكون نفس القيمة ولكن عدد الملكية أو عدد الأسهم سينقص هذا بالنسبة لعربتك خلينا نحكي عن أعمار شوي يعني نحن لا نحب كمان خاصة كعالميين يعني لا يحق لنا أن ننتقد شركة في السوق ولكن شركة أعمار من الشركات المحببة والمفضلة لدى المستثمرين في سوق الأسهم في دبي وهي من الشركات الأفضل أداءا حتى في ظل في أسوأ الظروف طول عمر شركة أعمار كانت تعطينا نتائج جيدة ونحن نرى النتائج الإيجابية للشركة على الأرض ليش بتأخرنا كل مرة هالأد ليش بتخلي المستثمر ينتظر للإعلان عن النتائج يعني ده صراحة يمكن إلى حد ما مش سلوك بس لشركة أعمار يعني يمكن ده سلوك كل الشركات بس المفروض طبعا شركة أعمار ببعنها شركة رائدة مهي لأنها شركة رائدة مبادرة للإفصاح ولكن أنا أعزي طبعا هذا أنا أتوقع يعني فيه مبدأ جديد في المحاسبة تطبقوه في القائمة المالية وهو احتساب الإراض بالإنجاز وليس على المبيعات المحقاقة فعالية أتوقع ده قد يكون هو حيث ده سبب التأخير أتوقع قد يكون ده سبب من أسباب التأخير في الإعلان عن النتائج السبب الثاني السوق إلى حتى الآن بيختار وقت الإفصاحات فهم أتوقع إلى الآن مخطئين في جدا في وقت الإفصاح لأن معظم شكلات العقراط يعني طبعا أعلنت فهم دهما بيحبوا يستغلوا عنصر مفاجئة بيحبوا يخلونه الشركات الشركة بتاعمل للآخر فأتوقع ده بركب تعمل شوية حركة إيجابية وأتوقع بما أن نهاردة السهم الوحيدي ممكن تقعليه أعلى حكم التداول 157 مليون درهم صحيح نص حكم التداول تقريبا النهاردة وكان ارتفاع الطفيف طبعا بسبب الماركت سنتيمنت أو الحال الجو العام في السوق سلبي فأتوقع أن ده مؤشر لقربة النتائج توقع ممكن تكون عنها تلزبون شكرا لك طريق عيسى والمحلل المالي وأهلا بك نورتنا شكرا